إذن لدينا هذه المعادلة التي تقول أن 5 ضرب القيمة المطلقة لx زائد 3 ناقص 3 تساوي 7 ودائما تبدو المعادلة التي تحتوي على إشارة القيمة المطلقة صعبة وعندما يكون لدي واحدة مثل هذه ما أقوم به هو أن أعزلها ثم أفكر فيها من هذه الزاوية فلنحاول أن نعزل القيمة المطلقة لx زائد 3 هنا لنحاول أن نعزل هذا الجزء من المعادلة إذن في البداية نقوم بإضافة 3 لطرفي المعادلة هذا سيجعلنا نتخلص من هذه السالف 3 من الطرف الأيسر دعونا نضيف 3 إلى طرفي هذه المعادلة وهذا سوف يحول المعادلة إلى سأكتب ذلك باللون الوردي الطرف الأيسر سوف يبقى 5 ضرب القيمة المطلقة لx زائد 3 ونقص ثلاثة أو سالب ثلاثة زائد ثلاثة هذا أن يلغيان بعضهم البعض هذا سيكون فقط صفر وهذا سوف يساوي 7 زائد ثلاثة وهو عشرة والآن لدينا 5 ضرب الشيء الذي نريد عزله الطريقة المثلة لعزلها تماما هي أن نقسم طرفي هذه المعادلة على 5 الآن إذا هذا الطرف على خمسة ثم الطرف الأيمن على خمسة نقسم على خمسة بالتالي هذان العددان يلغيان بعضهما حيث أن 5 ضرب شيء ما مقصومه على 5 تساوي ذلك الشيء بالتالي هذان يلغيان بعضهما البعض وهذا يصبح 2 بالتالي يبقى لدينا القيمة المطلقة لx زائد ثلاثة تساوي عشرة على خمسة وهي 2 إذن لقد قمنا بتبسيط المعادلة نوعا ما والآن لنفكر قليلا في المعادلة إذن إذا كانت القيمة المطلقة لشيء ما يساوي 2 فماذا يعني ذلك الشيء ما هما الرقامان اللذان إذا أخذت قيمتهما المطلقة يعطياني 2 نحن نعلم سأقوم بعمل شيء صغير نحن نعلم أن القيمة المطلقة للعدد 2 هي 2 إذن قد يكون هذا الشيء يساوي 2 فربما أن x زائد ثلاثة سوف تساوي 2 إذا كانت x زائد ثلاثة تساوي 2 إذا أخذت قيمتها المطلقة فسوف تحصل على 2 مرة أخرى ولكننا نعلم أيضا أن القيمة المطلقة لسالب 2 فربما أن x زائد ثلاثة سوف تساوي 2 هذا ما كنت أقصده بالتفكير قليلا في هذه المعادلة طريقة أخرى للتفكير فيها وقد قلتها في فيديو آخر أن القيمة المطلقة تعني المسافة من العدد 0 بالتالي إذا قمنا برسم خط الأعداد هنا إذا رسمنا خط الأعداد هنا فذلك هو الصفر وهذا يقول أنه مهما تكون القيمة داخل داخل إشارة القيمة المطلقة هذه فإن بعدها عن الصفر يساوي 2 إذا ما هي الأعداد التي تبعد مسافة 2 عن الصفر حسنا لدينا موجب 2 سوف أكتبها هنا بشكل واضح ولدينا أيضا سالب 2 إذا هذا الشيء هنا يمكن أن يكون موجب 2 أو يمكن أن يكون سالب 2 في كلا الحالتين إذا أخذت القيمة المطلقة لموجب 2 أو سالب 2 فسوف تحصل على 2 إذن لنقم بحلها يمكننا أن نقوم بطرح ثلاثة من طرفين هذه المعادلة بالتالي إذا طرح ثلاثة من الطرفين تحصل على على الطرف الأيسر تبقى X وهذه الثلاثة تلغي بعضها البعض وهذا هو المغزى من طرح ثلاثة إذن X سوف تساوي 2 ناقص ثلاثة وهي سالب واحد إذن هذا هو الحل الأول لهذه المعادلة ثم ما هو الحل الآخر؟ حسناً هنا لنقم بطرح ثلاثة مرة أخرى من الطرفين بالتالي نطرح ثلاثة من كلا الطرفين على الطرف الأيسر تبقى فقط X وعلى الطرف الأيمن سالب 2 ناقص ثلاثة يساوي سالب خمسة وهذا هو الحل الآخر للمعادلة ودعونا نتحقق من كلا الإجابتين إذا كانت X تساوي سالب واحد فماذا تصبح هذه الصيغة؟ ماذا سيكون حل هذه المعادلة؟ لدينا خمسة ضرب القيمة المطلقة لناقص واحد زائد ثلاثة ناقص ثلاثة وإذا كان حقيقة هذا هو الحل فهذا يجب أن يكون يساوي موجب سبعة لنرى هنا خمسة ضرب سالب واحد زائد ثلاثة هذا عبارة عن اثنان بالتالي خمسة ضرب القيمة المطلقة لاثنان ناقص ثلاثة القيمة المطلقة لاثنان تساوي اثنان بالتالي هذه خمسة ضرب اثنان ناقص ثلاثة وخمسة ضرب اثنان تساوي عشرة ناقص ثلاثة هو بالتأكيد يساوي وهو بالتأكيد يساوي السبعة إذن هذا الحل بالتأكيد صحيح لنجرب الحل الآخر حيث x تساوي سالب خمسة لم يتبقى لدي مساحة يمكنني أن أنتقل إلى الأعلى قليلا هنا إذا كانت x تساوي سالب خمسة نفس الخطوات إذن خمسة ضرب القيمة المطلقة لسالب خمسة زائد ثلاثة ناقص ثلاثة هذه مرة أخرى يجب أن يساوي سبعة إذن سالب خمسة زائد ثلاثة يساوي سالب اثنان بالتالي هذه خمسة ضرب القيمة المطلقة لسالب اثنان ناقص ثلاثة القيمة المطلقة لسالب اثنان هي موجب اثنان بالتالي هذه 5 ضرب 2 ناقص 3 وهي 10 ناقص 3 10 ناقص 3 وهي 10 ناقص 3 وهي مرة أخرى تساوي 7 ولاحظ في هذه الحالة الشيء بداخل إشارة القيمة المطلقة أصبح سالب 2 لأننا قلنا أن إجزاء الثلاثة يمكن أن تكون سالب 2 في هذه الحالة بالأرجواني فإن الشيء بداخل إشارة القيمة المطلقة كان زائد 2 لأنه في هذه الحالة افترضنا أن الشيء بداخل إشارة القيمة المطلقة كان موجب 2 الآن إذا أردنا أن نمثل هذين الحلين على خط الأعداد إذا أردنا أن نمثلهما سأقوم برسم خط أعداد جديد هنا دعوني أرسم خط أعداد جديد هكذا كلا القيمتين أقل من صفر بالتالي سأقوم بوضع الصفر هنا ربما صفر واحد اثنان لنذهب إلى الجهة السالبة سالب واحد سالب اثنان سالب ثلاثة سالب أربعة سالب خمسة سالب ستة هذا الحل هنا حيث X تساوي سالب واحد نضع العلامة هنا والحل الآخر حيث X تساوي سالب خمسة نضع العلامة هنا أتمنى أنكم قد استمتعتم بذلك سالب خمسة سالب خمسة